صباحكم سعيد صباح الخيرات للأحرار والحرائر وصباح للويلات لأصحاب الكاشة والبركاسة جاوج عيش هورا يوصل الله واسلام على الجهة النابي. يا ولد عمي. الغالفية غادي زقلفوكم. عايز زقلفوكم. ولكن نحن لهم بالمرصاد خصوصا بالنسبة للشيوخ ديون اللي عايناهم عن قرب مفلسين فعلا. مفلسين يعانون في صمت امراض مزمينة. الكبار في السين الى اخره ولكن انا صلطني عليكم الله. وبحال الزلط ان شاء الله. ما غنخليكم جديرو ذاك شي اللي بغيتو. لان الاغلبية عندهم ديالهم. وتنعرفهم كيف يجديرو. وغاق جاوج عيش هورا بالنسبة لنا. لانا هما دوزوش ذاك شي اللي دوزنا. فعلا. دوزو حتى واحد في المليون. انت نقول لكم. وطيل السلام في العيو. اه في قلمي. مدراسة. تخرج من منه. تخرج منها. يعني العديد تم فين. كالمقر الدائم. من تمت التفرق. الطرقان. ليطلع الاس سيطلع. الزاق واللي هبا تلطان طال العيون. سمارة. بوش دور الداخلة. وايضا كلوب ميد سابقا ومن بعد المسيرة. هادو تكونوا فيهم. يعني دوي الخبرة. دوي الخبرة. فهدق جاوج عيش هورا ما غا يعرفوش لديك شي اللي اللي تنعرفوه. اللي تنعرفو لي. فالبيون ديالهم دائما كنين هما اللي نفذوهم على ارض الواقع. البياضق ديالهم. وما اللي تيضيعو الحقوق ديال الناس اللي تيتسالوا الحق. عندهم الحبة تيتكتلو. وتيساهموا بنتهم. وتيهارفو. تيهارفو على الحقوق ديال المستضعفين. حقوق ديال الشيوخ المفليسين اللي ما عندهمش. باش يتحركوا. لا صحيا لا ماديا. من أجل هؤلاء الشيوخ. اللي تلينا تقاعدوا بالسلم التاسع وما دون المعدامين. لتقاعدوا بالسلم التاسع وما دون. وبمعشة هشة هزلة. تفرقت تفرغا تاما للازلام. حتى نسترجع الحقوق ديالنا كاملة مكتملة وسنسترجعها. بل هي في طريقها الى التسوية. اما هاد التسفيحة اللي يجيو بغين يسفحو ويعروه. ويسيفطوه. عريان كحيان. عفوا. اذا ما تنسوش تبارتاجوا هاد الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة تكتروا من الجيم. اعجاب اللايكات. والدور مية وعشرين. اذا خلال هاد الصباح هنتقاسم معكم بعض الملاحظات. بعض الاخوان اللي قال ليك خستك تجاوب على بعض التعليقات. فمشي كل شي التعليقات غد نجاوب عليها. لان الوقت لا يتسع. وتنحاول تن نجملها وتنجمعها في شي فيديو. وتنجوب بصفة عامة. وليس بصفة شخصية. اهم حاجة اللي بغيت نشير لها. ماكنش اللي خرج وراكم هاد الميل فات. قد يعني الخلفية الاقسائية دياللو جيستيونير. مديرية فضل نزاعات وشؤول قانونية التي تفتعل النزاعات بتأويلاتها الخاطئة وتضيع الحقوق على هؤل الشيوخ. دي في ارض للعمر. مفلسين معدامين صحيا وماديا. وتجيد الشحمة في ظهر المعلوف. حتى لا نقول شيئا اخر. اللي عنده اطنعشر الف درهم. عشرين سنة وتيشد فيها على الانقال ديالنا هنا. ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة مية واثنعش. الافواج ديال التامانينات اللي توضفوا بالبكالوريا وتعينوا بالتامن. هدوكم اللي الحقوق ديالهم ضاعت. وكان خصهم يتنصفهم الاوال في 2019. جاء ابو صابونة. والهم لك حل من ابناء العاشرة دياله. لما هذه الطريق حتى تحل ملف حسب الهوى دياله وحسب التصور ديالهم. اين كان المدبر? اين كانت هذه النقابات? واحد تقول لي النقابات. النقابات والاحزاب هي المسؤولة عن هذه الاوضاع المتردية سواء المعيشية سواء الهم الكحلية سواء هذه الملفات للان عالقة زالقة تارا كوميا. فاي وزير كيف ما بغي يكون نوعه? يجي الوزارة التربية الوطنية يعني ما يقدر يدير تهجم على هدوك اللوبي. نهائيا داروا توآمة المدبر والتدبير السيء من الفين وثلاثة من اتفاق منتصف الليل للالفين وثلاثة الى اتفاق منتصف الليل للالفين وثلاثة وعشرين. توآمة يخططون واللي في التنصيقيات والتنصيق النقابي ديالهم والمنصق النقابي ديالهم سكرطاريات ديالهم تنجسد ذلك على ارض الواقع وتنفذ الخطط وخير الدليل الانزلاق ديال الباب زلق منتما الفوندو اللي داروه الاطر الاكاديميات والتوقيفات المجانية رغم اننا نبهناهم اكتر من همك حل وقلنا لهم ارا هذيك المعركة غد تكون خازرة وما غد تقدروش عليها لانكم ما تتعرفوش كيفش تلعبوا اللعبات اللوجو ديالهم متعرفوش ليه متعرفوش ليه هم ووقعوكم في المحضور وهو الخطأ المهني الجسيم ديال العقوبة دياله هو العزل المباشر ولكن هما ما كانش لاجندة ديال تمتد شتم الهدف ديالهم هما يركعوكم وتقبلوا بالمضامين ديال النظام الاساسي اللي تجهلونها ايضا اصلا والتزمتوا بها واحد قال لك دارو الحفظ الحفظ اصعب من العقوبة لان الحفظ وقد التزمت فاي اي عمل تقوم به مستقبلا مستقبلا يعني هذك الملف او القاضية التي تم حفظ ديالها يتم تحريكها لم يتم الغاؤها بل حفظها وشتانة بين الالغاء وبين الحفظ يعني تحريك القاضية او الملف في اي وقت دير اي مخالفة الباب يالحباب بالقانون وبالقانون بالقانون الباب يالحباب مقابل ماذا باش يدخلوا لهم اوريشيل عن اي اوريشيل تتحدثون عن اي اوريشيل اي واحد مترقي ثلاثة المرات ولا اربعة لا يستحق اوريشيل وليس من حقه ليس من حقه تضلم الناس ديولي اعدادي كي اللي عنده خمسة وعشرين سانة في السلم الحادي عشر السلم الحادي عشر خمسة وعشرين سانة مرقي مرتين هذك هو اللي من اجله جاءت الدرجة الجديدة اللي كانوا تقولوا التنزيل دي الست وعشرين ابريل اتفاق دي الست وعشرين ابريل مسؤولين تترافعوا وما تعرفش ميميش ايش ناية بعد وما عارفينش حتى الدرجة الجديدة ماذا تعني هذك الدرجة الجديدة جاءت من اجلي اللي مرقية مرة او مرتين المسار دياله محدود المهني محدود في طرقية او طرقيتين اللي بلافوني في الحضاعش تمنحوا له الدرجة الممتازة واللي بلافوني في الدرجة الممتازة تمنحوا له الدرجة الاستثنائية بالمقابل الشونطاج والهملك هال وجروا لكم هادو وحطوهم في الفخ وفي المصيدة الى اخيرة واللي توم دخلين لهم خارج السلام والزنزان العاشرة والهملك هال راكيا اللي قبل من يكون خرج السلام التاسعة انا غانجيبلكم خريج السلام التاسعة اللي اصلا تخرج بالسلم التاسعة في التامانينات راكيا اللي يتخرج بالتاسعة في التامانينات وقابع في السلم الحاضع عشر سبعمية الف سنة. هدوكم الاوائل. اذا قبل ما يكونوا يعني الملتابون في العاشر اللي تيسموهم مصطلعين. الزنزانة اللي يجي زنزن. اللي يجي تيبدي زنزن. بحال بور زيزة. الزنزانة عاشر خزيز التاسع. فخص قبل منكم الضحايا الموظفين. قبل من الف وتسعمية وتلاتة وتسعين. لتوظفوا بالباكالوريا وتعينوا. بالتامين. او لتوظفوا بالباكالوريا وتعينوا بالتاسع. لتعينوا بالتاسع الباكالوريا. مثلا هدرجوش على المجازين اللي تعينوا بالتاسع في الف وتسعمية وربعة وتمانين. راكيني اللي توضفوا بالباكالوريا وتعينوا بالتاسعة الفوجيه 86 والفوجيه 87 اللي تخرجوا في 88 بالسلم التاسعة واللي تخرجوا في 89 بالسلم التاسعة أليس من حقهم الإنصاف قبل خريز السلم التاسعة الباكالوريا اللي في 95 دازل التاسعة تخرجوا بالتاسعة والفوجيه 93-94 اللي دربتوا عليهم الطم 6 شهر وتعين في التاسعة في 95 فوج 93 عام ونصف تعين في التاسعة احنا عدنا 12 سنة في التامين يا عديانين الله 12 سنة في التامين وما دخلناش للتاسعة في 95 وبقينا تدزنا ب14 سنة فالترقية استثنائية دي ال97 هادو اللي تيقول لك اتفاق دي الربع دي ال الفين و الفين وحضاعش وش جرت انتم ما في اتفاق دي الفاتحة غوش 96 مني الله جيتو كان غادي تنفد في 96 خليتو 97 بس من سلافدوش من الطرقية الاستثنائية اللي توقفت في 2000 وجوج باعتو جاميع المؤسسات دي العمومية كل هاد كملتو الخوصصة اللي بدات في التسعينات لا سامير بش كل خوصصها خيالتي جيين دي با مني وقعوا اللي خارجين باغين يلمعوا الصورة ديالهم ويبرنوا اللهم وبرروا ويعايلوا 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 اددوش تكونوا في المناوئة او في الموالية تكونوا في الشارع او تكونوا او توقعون فقط توجه الديمقراطي للثناء هي التي ارفعوا لا شارة النصر عالية لانها على الاقل حافظت على ماء وجهها وبقات مخلصا للمبادئ ديالها ولم توقع وهي النقابة الالي عندها القوة التفاوضية مع الوزارة ومع الحكومة اما اللي اللي وقعوا تهنات منهم لا حكومة ولا وزارة ما بقى عندهم ميديرو خلي علي اديك المناوشات تجيشوا التنصيقيات ليهما لادرع التنصيقية ديالكم تخرجوهم الباب الرواح وتجوز معك انتو تهضروا عليهم بينا احنا نظام الاساسي دي الفين وثلاثة هارفو ودوزتهم لحضاعش بفلوزنا تحدو بين المناصب المالية خمسة وتسعين كان خصنا دوزول التاسع عالفين واحد خصنا دوزول العاشر وتقاعدنا وقالوا لنا قد دوزول العاشر وخرجو لي ليست الى اخير العاشر ورقدتوهم باش دوزتو اصحاب الاجاز المصنفين التاسع وفتحتو بها السلة من الحادي عاشر لاثنعشر الف درم تضربو عشرين سنة ودركة جيين كعرين لكم لانهم لو وليكم يديكم خرجو وقال لكم احنا قد نديرونا قعبة مستقلة اللي ديك اللي بداية تيروجو فيها تيروجو فيها ومن بعد من صيد وليكم هادوك الرقبق الزق طق هز اطلق جابوهم في المصيدة جايين باغين تهرفوا تاني على الاعتمادات المالية ديال الاطفاق ديال 18 ينير لن تفلاحوا ابدا ان الاطفاق ديال 14 ينير ما كانش في القانون الماليدي يالفين تلاتة وعشرين سيرو عند اخنوش يشوف مين يجيب لكم فلوس بشي يجيبو لكم فلوس شوف مين غي يجيبو لكم يا يدير مرسوم باحدات اعتمادات مالية اضافية يدخل الخازينة خاصة بهادك الاجراء ديال 24 ينير يا خليت الالفين وربعة عشرين في المالية ديال الفين وربعة عشرين ما عندكم شي حل اخر وهذا والطرح اللي غدي يمشي فيه شي واحدين تيقول لك الرقب ما الرقب والتاومل المستحقات المجمدة ديون ما قادرينش يجيبوها شي غدي يجي يقول لي يا انا تندير تنطفاوض تشتتفاوض قوة اختراحية اجتشارية دور مية وعشرين غير ملزمة لالادارة تاقط دك ش اللي هاتش اللي غي تنزل الان را في الفين وتسعة عشر وثمانة عشر را اجلوتي تل منور الانتخابات كل شي نشراء كامل عارفين ديريال البروغراماسيون ديال الميل فات كل الحاجة يمتغدوز الاجيين بغين يهرفوا ربما يحيدوا شي حاجة يدخلوا شي حاجة لانا الاعتمادات المالية ديالفين ربعة عشر ما كيناش بغين يهرفوا على شي ميل فات دكش علاس هاد الاسبوع طبخة تطبخ على نار هادئة وسرز لالا التكاليين لتي يقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا نحن هنا انا نحن هنا لا منتظرون او انتظرو في بنا ذنب تكاليين تياكلوا الشوك بفمها بها فامي الاخر يعني تاكلوا على الهم لك حل يضربكم الهم لك حل يضربكم ما عندكم ما تصوروا ولا انتو مولي الهم لك حل تنتظرو والله يطيزبروكم ما يعقلو عليكم رادي يقول لهم قال با عليهم فلوس قال سين اطنع عشر في درهم بغيني وصلوا ال خمسطاع ستاعش في درهم متصرفون الادارية ورا سبقا عليهم مولولي تغيير الايطار الى اخيري تغيير الايطار زربوا عليهم مولولي انهم غاي يحتاجوا الادارة ادارة تحتاج الادارة لما يؤنتي غمي دياغ فين بالاساتي دا والادارة المركزية هي الادارة يلي تتخدم لي من المصاريه ديالا هي اللي تتزبر لي ومبني اذن اذا انها خلال هاد الصباح غد قاسموا ما كم غير المسائلية بسيطة من بعد غد دخلوا للمعقول المسجي لان خلال هاد الاسبوع غاي يزبروكم ان شاء الله لان اولاد غير غير المذكيرات كلا تفاوض لها مكحل كل شي كمل نظام الاساسي را كمل تكشي لغين الزلورة كملوه النقابات ولا الحزاب تيبغوا يركبوا عليها ديش على حساب الانتخابات المقبيلة الملفات كاملين ويجيبوا يركبوا عليهم يقول لهم احنا هادة نديروا اليوم هادة نديرها اش غد دير اش عندك ما تدير تم اخذتي تجيبتها حوقوا اي باقي المستحقات دير رتاب لهم الكحر باقي غاي ديجروا طوالهم غاي ديجروا طوالهم فاقدوا الشيء لا يعطيه اذا ما تنسوش تبار جارة جواد الفيديو على نطاق وزعتها تعم الفائد كثير من الجيم اعجاب ليكا دورهم يو عشرين اما الاحرار لاستسمح منهم فقط الاحرار والحرائر البعار الكعرارة الهم لكحل فليذهبوا الى مزبالة التاريخ ولا يهمون امرهم البيان بيضق تيبقى غا بيضق ما عمروا يفلح ولا ينجح تاجي وكون راجلوا جي وكون راجل سهلا اللي ما عنده استقلالية في داره وسط داره مغيرة شدي لكارد قيشي عيكو الراجل يجي احضر معيانه يدور مية وعشرين تدكو الراجل بعد اللي يجي احضر معيانه تكون عندك استقلالية القرار في الهم لكحل ديالك احنا راشنا مع الرجال خصك تعرف شكون اللي كانوا فيه شكون تيجي للسلام اي واحد جاهدك هاو طيل السلام هو اللي كان تيجو لي كنا دائمين اتم وعرف الروم بليش كل يدوزو لسان تير يجي انتم تديرو الهم لكحل شكل يدوز شكل يخدم البلاد عشنا مع الرجال وعشنا مع الجائلية اليهودية ولقينا فيهم الخير اللي ما لقيناش في الهم لكحل دوزناهم عشنا معاهم فيهم الانسانية والموروة والكلمة وكل شي اللي ممكن تقول تلا نقول بزاف ديال الاشياء والهم لك حل لا خير يرجع منه كل واحد تيصوت عليك بوالفو الفئوية اللي تديروها النقابات نيت هو ما تساهم في تفريخة الفئوية والتنصيقية ثلاثة في المية وثلاثة في المية تتحكم من في المصير ديال بين خمسة وتسعين ولا ستة وتسعين في المية وتيزبرو فيكم فاهم دركة تقال سنتي قدو لكم في المذكير الجوابية المشتراكة كل شي دار الطم ولكن الحمد لله ما غاد ينوضوش عليهم احنا حقنا واخدينوا واخدينوا بغولة كارهو البعارة ما غنسكتوش ليهم ما تقدروش تمت واجوا هاد البعارة يعني يا ايض رضربت ثمانيات الشهور ثمانيات الشهور وانا مريح والنهار اللي رجعت مني ترافعت ورجعنا ورجعت الماندى في البلاسق ما صوروا مني غنم لانني باني على ما يفيد وما صوروا الطنم حتى قالوا لي يجيب السرتيفيكة ديال هاد ثمانيات الشهور قلت لي وما كتش مريد هنا ما كتش مريد ولكن الخالين تو ملي درتو تو ملي مسؤولين عليه وهزوا الدقاق ودوووزنا الكمسي ديسيبلين ملي هملك حل وربحناهم تصوروا طنم من ورانا ايش نوس النم اللي تصوروه هو هو انه اخروا لنا الترقييات ديالنا وجمدهم ولكن ما لا تعلمون أنه في اكتفاق 18 يناير حتى المجال التأديبية تم يعني المناقشة ديالها حتى الملفات الخارشة الصخصية اللي كانت بارتكيلية تم المناقشة ديالها ضحايا الزنزان التاشعة ضحايا الماد 112 قاعدة من 2300 ورمعة 2005 لهم الأولوية والأسبقية في الإنصاف والأيام بيننا وإلا فإحنا رعني عارفين لكم العبار عارفينكم ش هل تتسوا وعارفين اللي عرفت يقلك القيمة الوزن دياله ورمتي يهمك ش يا الله تبارك الله عليكم شوفكم في فيديو آخر خلال هذا المساء الآن متجهين نحو لما يقدر يذيرو التاشي يهمك هل في حين الأزلام باركي الناس وينتظرون الجديد الجديد وطلع الجديدة بش شو الجديد الجديدة هي اللي غتخليك على الحديدة يا الله تبارك الله عليكم شوفكم فيديو آخر وسمحوا لنا الأحرار والحرائر فقط لا غير الكنانم ليدهبوا إلى مزبلة التاريخ لا يهمون أمرهم جاوج عيشوها ترجمة نانسي قنقر